لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد هناك أيضا ممارسات أخرى تظهر الكثير من السلوكيات التي تصنع الكراهية بالجزائر شفنا مؤخرا وزير الشباب والرياضة راح الولاية التزيوز والتي هي ولاية جزائرية هذا المنطق أنها ولاية قبيلية هذا منطق انفصالي يزرع في الوعي وبعد ذلك وفي العقول وبعد ذلك يتجلى في الحقول أي على أرض الواقع قال لهم جيتوا كذا وكين اللي يخافوا يجو واحد من وزير شباب والرياضة واختر جملة هذه أنهم كين اللي يخافوا قال يجيتوا معطونا الأولوي أنا راني هنا باش معطوكم الأولوي جيت لي هنا باش معطيكم هذا الأولوي عبر وجودي معكم يجو ادلع الأولوي لفقير لكم الدولة وأجيت اللي أنا واخرف لأني قالهござ erfahren كين اللي يخافوا يدخل هذه الملات كين اللي يخافوا يدخل هذه الملات كين اللي يخافوا يدخل هذه الملات أنا ما خاف بأجينك لك من قابل ولدي بلادي كيمالا كيمالا هذا كلام خطير كيف أنت وزير في دولة جزائرية وهذه الولاية 15 في الولايات الجزائرية تروح تقول لهم جين ومن خفوش بأي منطق هذا هذا نوع حتى إذا كان قالها بطريقة عفوية يجب أن يحاسب عليها كيف الوزراء معناها رئيس الجمهورية اللي ممشاش يخاف معناها رئيس الحكومة يخاف بأي منطق هذا أمر آخر عندما يروحوا المناطق الأخرى المتضرعة الدولة العميقة الجزائر العميقة جزائر الظل كما يسمها الرئيس تبول يشوف ولاية يروح لهم وزير الشباب والرياضة يقول لهم جينا هاني ما خفتش وجيت ليكم والأولوية ليكم وكذا 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 يجي الدستور ويستجيب لهم في كثير من الأمور بل أن الدستور في مادة يقول بأن كان بعض الولايات راح تكون لديها خصوصية وكل الجزائريين يعرفوا أن المقصود بها ولاية تجيب لما الجزائريين في الولايات الأخرى يشوفوا وهما يعانون بنا تحتية منهارة أزمات العمل ما كانش مصانع ما كانش شغل ما كانش كل هذه الأمور واقعة أمامه وش رح يقول رح يقول لك أن ندير كما يديره القبائل قال لي فرضوا أنفسهم وعاد وزير يجي يقولهم أنا جيت ما خفتش منكم يزيد مثلا في حين بعض الخراجات لبعض الوزراء نلقى وزير البريد والمواصلات أعطى مثال على الصحرة وبعد ذلك اعتذر على هذه الجملة من المفروض هذا الوزير يحاسب أنت وزير وفي عهد جديد عندما تتكلم تحسب ألف حساب الصحراء الجزائرية التي تتحدث عليها راه الاقتصاد الجزائري مبني من الصحراء الصحراء التي تتحدث عليها أن هذا الشعب من أنبل الجزائريين على الإطلاق في المراحل الحاسمة التي مرت بها الجزائر دائما أهل الصحراء يكونون في المواقف الحاسمة رغم حرمانهم كثير من الأمور رغم أنه تلقى مع صانع أحداهم أبار النفط بجنبهم شركات النفط تنقيب عن النفط وهم يجيبوا موظفين من العاصمة ومن تزيوز ومن لبويرة ومن وهر ومن غير وغير وغير يرون من تبسة منها ما يجيبوا من تلمسان وغيره يجيبوا وهناك أبناءهم ما خدمون ورغم ذلك عمرهم أهل الصحراء لا عملوا شيء يهدد وحدة طرابية ولا يهدد أمن الجزائر ولا يهدد استقرار يجيب ربهم مثال بعد اعتذر شيء خطوة جيدة وثقافة الاعتذار شيء جميل جميل ولكن يجيب على الوزراء أن يحسبوا الحالة يجيب وزير آخر يقول هذا الكلام جيته ما خفتش وش من هالطاقم الحكومي اللي درته يا رئيس تبون وقابلها بفطرة عينت وزير كانت عنده الجنسية الفرنسية وبعد تكتشف بلا عنده الجنسية الفرنسية الدستورية منع تمت إقالته في ظرف قياسي وهو مثل ما حدث من قبل في حكومة من حكومة متفليقة وزير السياحة عينوه غدوة صباح نحا هذه ماذا ستعيد للمخيال الجزائري تعيد للمخيال الجزائري أن هناك شيء أي لم يتغير في الجزائري إذا كانوا وزراء يرتكبون هذه زلات اللسان وزلات لسان خطيرة يقول جيت للصحراء ويقولها فهمت غلط وبعد ذلك تحدث ضجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنا صحراوي وأفتخر ماذا سيترتب على هذا ستترتب عليه قاضية ماذا تتطلب على الكراهية يحس الصحراوي أنه لم يعد جزائري نعم في ظل هذا الوضع الاجتماعي البائس ووضع الاقتصادي السيء الذي تمر به البلاد في حين وزير أخر يروح التيزي وزي يقول لهم أعطيكم الأولوية لكم آمر آخر يروح وزير أو مستشار أو شيء آخر مسؤول في الدولة الجزائرية يجلس يجيه رجل دين تأزوايا يتكلم وقت رهيب رهيب جدا كأنه واش رح نقول لك كأنه البلاد هذه يعني تقريبا أكثر 9 دقائق تقريبا هو يتكلم وفي الأخر يحكي له على الجياسكا ويحكي له على واحد الأمور يعني أنت مسؤول في الدولة الجزائرية تروح تخصص كل هذا الوقت في حين كاين ولايات يروح ومسؤولي إذا كثر يعطيه دقيقة ولا زوجت خايق باش يسمعوا يقولوا اختصروا كاين يخلهمش يدخلوا القاعات هذا يحكي 9 دقائق أكثر من 9 دقائق وفي الأخر ماذا يقول اسمع هذا رجل حسب يظهر يقدم نفسه أنه في الزوايا ما تكلم على مشاكل الزوايا ما تكلم على مشاكل تكلم على حويش أخرى وبعد ذلك ممكن تتخلط هنا ووجهها بنبرة تحديد مش بنبرة تحذير أنه موحدة لا تختلط الأمور يحترى تساعد قايا أنا شفت التعليقات تعالى الجزائريين تعالى الجزائريين وأنا أيضا من نوع منطق آخر أنا مشجع للمسؤول يروح يسمع لكل الجزائريين يسمع نعم ما اسمع هدر تساعد قايا خليه يهدر مش مشكلة في هذا ولكن عندما يشاهدها المشاهد الجزائري في المناطق الأخرى ماذا سترسي سترسي دعائم الكراهية ونحن في مرحلة أصلا دسترة ما تسمى التمازيغ عاملة ضجة كبيرة أيضا منطقة تيجي وزو ولاية تيجي وزو والتي هو لجاج جزائرية فيها أيضا نزعة انفصالية فيها نزعة انفصالية بمعنى الكلمة نزعة انفصالية فيها المارك موجودين هنا في فرنسا ولكن عندهم شبكات ومانات لما تجي تحدث على تعطي هذه الأشياء مثل هذه الممارسات تزيد تعمق الكراهية في الدولة الجزائرية أنا من المفروض لو كان جيت قبل كل شيء يتفق مع المنظمين واحد ما يتجاوز دقيقين أو ثلاث اختصر ما يرس الكلام اللي قالوا هذا ضيعوا في وقت فيه في تفهات ما عندها حتى معنا ثلاث دقائق تتكلم تسمع وليس كل شيء أيضا ينشر للجزائرين مش كل شيء كي جلسات مغلقة وكي جلسات جلسات عام هكذا يكون ترتيب منظم وفق منهجية حتى لا تترتب عليها أشياء أخرى أنت تروح تدلل لمنطقة ومناطق أخرى تمر عليها بسيارة بالوفد تنزل في إقامة الوالي وتمر من ثم والمواطنين لا يحكي معهم لا يفتح لهم الأبواب بل المسؤولين المحليين لا يفتح لهم الأبواب هذه مشكلة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله